ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا معاكم براحب بديفي اللي بنورنا النهاردة في الستوديو الأستاذ عمر البنوبي الكاتب الصحفي واللي هنتكلم معي عن كتابه كرة القدم في المدن الجامحة حكايات كتير هنسمعها النهاردة عن الكتاب وزي ما قلت في البداية أنه الحلقة هيكون أو الموضوع هيكون لي علاقة بالعلاقات التاريخية ما بين مصر وما بين اليونان خلال مئة سنة فاتت فيما يتعلق بكرة القدم مساء الخير مساء الخير إراني إزايك منورني ده نورك ويعني أنا أتمنى تكون حلقة لطيفة للمشاهدين ولكل الناس إن شاء الله الحقيقة أنا أول مرة أتكلم عن كتاب خاص بكرة القدم وخلينا نتطفق أن كرة القدم هي طبعا اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم وأنه حقيقي في مصر الموضوع اختلفت كم سنة اللي فاتوا ده أكيد يعني دلوقتي الكرة بقت بيزنس هي صناعة وفي نفس الوقت الكرة بقت تاريخ لأنه إحنا بنلعب كرة من أكثر من مئة سنة يعني السنة اللي فاتت اتحاد الكرة المصري نفسه احتفل بمقاويته ففي المئة سنة دول ممكن نبقى فاكرين الجزء اللي هو متصور اللي شفناه اللي عشناه شوية لكن فيه فيه خمسين سنة كده فيهم أسرار كتير وفيهم كبير إحنا لسه ما نعرفش عنهم يعني تاريخ كبير لكن إحنا ما كناش دورنا فيه ولا تكلمنا فيه في الفترة الأخيرة كمان بقى فيه نوع من نوع التنوع في الكتب الرياضية بقى فيه كتب رياضية كتير مش بس في كرة القدم في الرياضات تانية لكن في كرة القدم كمان بقى فيه كتب كتير بشوفها كل سنة بتزيد في معرض الكتاب فأعتقد أنه كمان كرة القدم بقت حاملة اهتمام حالة اهتمام كبيرة من البنات والولاد قبل الولاد يعني كان زمان نشوف في حكاية أنه الولاد بس هما اللي مهمتبين بكرة آه رياضة دورية جدا يعني بزبط لكن دلوقتي كمان يعني شوفنا حتى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتكلم عن المنتخب النسائية فين يعني في وقت سأل قال فين منتخب الكرة النسائية يعني خلاص حتى البنات بقى بيلعبوا كرة اللي يابد الكرة النسائية كمان بتنتشر فرق أنا جاء كبير جدا على فكرة بالضبط فإحنا الاهتمام بالكرة بقى كبير جدا وكل الكرة بقت صناعة فالحقيقة حواليها يبقى فيه حاجات كتير وبعد اللاجند بقى محمد صلاح كمان الموضوع يعني اختلف تماما محمد صلاح يمكن علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية يعني ما قبل محمد صلاح وما بعد محمد صلاح طبعا طبعا